اشتركوا في القناة وكنا قد بدأنا في الدرس السابق بأول المتن فيما يتعلق بكتاب الحج وأخذنا تعريفات الحج وما يتعلق بها وكذلك أيضا شروط وجوب الحج ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله بعدما ذكر شرط الاستطاعة قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبار أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو كان كبيرا في السن وكان قادرا على أن يحج بماله لكنه لا يستطيع أن يحج ببدنه فيلزمه أن يقيم من يحج عنه ما دام أن مرضه لا يرجى برؤه أو أنه كبير في السن أما لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه لا يقيم من يحج عنه وإنما ينتظر حتى يبرأ لكن إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو أنه كان كبيرا في السن فيلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان قادرا على ذلك بماله ويشترط لهذا النائب أن يكون قال المؤلف أولا حرا فلا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصحا تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة قال يحج ويعتمر عنه وقد دل لهذا عدة أحاديث منها ما جاء الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل أحج عنه قال عليه الصلاة والسلام نعم حج عنه في قولها إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج هذا يقتضي الوجوب وهذا وإن كان من قول المرأة إلا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك هو موضع للسدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على هذه المقولة فدل ذلك على أن من كان قادر على الحج بماله دون بدنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه لكن هنا المؤلف قيد أن يكون النائب من بلده فقال من بلده أي أنه يجب أن يكون النائب يحج من بلد المستنيب فإذا كان المستنيب مثلا هذا المريض مرضا لا يرجى برء أو كبير في السن مقيمة في مدينة الرياض فيلزمه أن يكون النائب الذي يحج عنه من مدينة الرياض ولا يصح أن يوكل نائبا من مكة مثلا أو من جدة قالوا لأن المنيب لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه فكذا نائبه وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزم النائب أن يحج من مكان المنيب وإنما له أن يحج من أي مكان قالوا لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره ولهذا لو أن هذا المنيب قد ذهب لمكة لغرض ثم بد له أن يحج من مكة جاز له ذلك بالإجمع ولا يلزمه أن يرجع إلى بلده الذي هو مقيم فيه فيحج منه فدل ذلك على أن حج المنيب من مكانه إنما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته وهذا هو القول الراجح أنه لا يلزم أن يكون النائب من بلد المنيب فيصح أن يكون النائب من أي بلد ومن أي مكان لك أن تنيب من يحج عنك من أي مكان من جدة من مكة من أي مكان على القول الراجح قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه يعني يجزئه ذلك تلك النيابة بالضوابط التي ذكرنا لكن أراد المؤلف بهذا أن يبين أن ذلك مشروط فيه أنه قبل زوال العذر فإن زال العذر قبل إحرام نائبه لم يجزئه فلو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه وأناب من يحج عنه ثم إنه في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة شفاه الله تعالى فيلزمه أن يحجه وبنفسه وليس له أن يطلب من هذا النائب أن يحج عنه أن يحج عنه قال فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركة لمن يحج ويعتمر عنه يعني لو أن هذا القادر بماله والعاجز ببدنه لم يقم من يحج عنه حتى مات فإنه يحجج عنه من تركته ويعتمر عنه من تركته لأن الحجة والعمرة دين في ذمته هي دين لله عز وجل والله تعالى لما ذكر قسمة التركة قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فالحج دين والعمرة دين في ذمته والدين إما أن يكون دين لله أو دين للأدميين الحج والعمرة يعتبران دينا لله عز وجل ولذلك من كان قادرا على الحج ولم يحج سواء كان قادرا ببدنه ثم مات أو قادرا بماله ولم يقم من يحج عنه فيجب على ورثه أن يحجج عنه من تركته قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه يحج عن غيره أي أنه يشترط لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ببيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخنا وقريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث اخرجه ابو داود ابن ماج واخترف في رفعه ووقفه والصحيح أنه منقوف ولا يصح مرفوعا ولهذا قال الإمام أحمد رفعه خطأ ولكن هذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم والحج يجب على الفور فلا يجوز لأحد أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه لأنه إذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الأمر بالحج والأمر يقتضي الفورية ويكون آثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك قال المصنف رحمه الله وتزيد الأنثى شرطا سادسا هذا الشرط يعتبره بعض الفوق الشرط السادس ويعتبره آخرون داخلا في الشرط الخامس في شرط الاستطاعة والأقرب أنه يدخل في شرط الاستطاعة وأن المره التي لا تجد محرمة تعتبر غير مستطيعة وبكل حال لا مشاحتة في الاصطلاح قال وهو أن تجد لها زوجا أو محرما لو أن المصنف رحمه الله قال وهو أن تجد لها محرما لكان أدق في العبارة لأن الزوج يدخل في المحرم فإن تعريف المحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح قال مكلفا يعني يشترط في المحرم أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا قال وَتَقْدِرُ عَلَى أُجْرَتِهِ وَعَلَى الزَّادِ وَالْرَّاحِلَةِ لَهَا وَلَهُ أي يشترط في المرأة التي تريد الحج أن تقدر على أجرت أجرتها وأجرة محرمها أجرتها وأجرة محرمها يعني مثلا في وقتنا الحاضر تكون المرأة قادرة على أن تدفع لحملة الحج أجرة الحج عن نفسها وعن محرمها لو كانت مثلا وجرة الحج عشرة آلاف ريال وتوفر عندها عشرون ألف ريال فاضلا عن حوائجها الأصلية هنا يجب عليها أن تحج أما إذا لم تجد المرأة محرما فعلى كلام المؤلف أنه لا يجب الحج عليها لكن إذا لم تجد المرأة محرما ووجدت رفقة مأمونة فهل يجب عليها أن تحج مع هذه الرفقة أو لا يجب قولاني للفقه القول الأول أنه يجب نعم القول الأول قول الحنابي له والحنافية أنه لا يجب على المرأة التي لا تجد محرما أن تحج مع الرفقة المأمونة والقول الثاني أنه يجب عليها أن تحج مدام توجد رفقة مأمونة وهذا مذهب المالكية والشافعية القائلون بأنه لا يجب عليها مدام من لم تجد المحرم لا يجب عليه الحج استدلوا بعموم العدلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة ولا تسافر أن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني قد اكتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في حج مع امرأتك وجود دلالا هذا الرجل قد أصبح الجهاد في حقه فرض عين لأنه قد اكتب ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتركه ليكون محرما لامرأته فدل ذلك على أنه لا يجب على المرأة الحج إلا مع وجود محرمها وإلا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه أما القائلون بأن المرأة إذا لم تجد المحرم وجدت الرفقة فيجب عليها أن تحج استدلوا بما جاء في الصحيح البخاري عن أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حجزن بعد موته بدون محرم وكان القائم عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وذلك في خلافة عمر واستدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله رواه البخاري فتسير من الحيرة بالعراق إلى مكة بدون محرم والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول هو أن المرأة إذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى لو وجدت الرفقة المأمونة لقوة أدلته أما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فهذا غاية ما يدل عليه هو جواز الحج مع الرفقة المأمونة لكنه لا يدل على وجوه وأما حديث عدي بن حاتم هو إخبار عما سيقع ولا يزم منه جواز فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة ستقع بعضها جائز وبعضها غير جائز فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام لا يكون إن من أمة أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف يعني هذا لا يقتضي إباحة هذه الأشياء هذا إخبار فمجرد الإخبار لا يستفاد منه حكم بالجواز ولا بالمنع قال فإن حجت بلا محر من حرم وأجزأها نعم فقال فإن حجت بلا محر من حرم وأجزأها فإن حجت بلا محر من حرم وأجزأها إذا حجت المرأة بلا محرم صح حجها وأجزأها عن حجة الإسلام بإجماع العلماء لكن هل تأثم أو لا تأثم هذه المسألة ومتفرع عن المسألة السابقة فالحنفية والحنابل يقولون أنها تأثم لكون حجت بلا محرم والمالكية والشافعين يقولون أنها لا تأثم لأنها إنما حجت مع رفقة مأمونة والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني وهو أنها لا تأثم إذا كانت قد حجت مع رفقة مأمونة وهو اختيار الإمام التيمية رحمه الله لأن المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها وأمنها على نفسها وعرضها ومالها فإذا كان ذلك المقصود يتحقق مع رفقة مأمونة فلا تأثم بالإتيان بتلك العبادة وعلى هذا نقول القول الراجح في المرأة التي لا تجد محرما ولكنها تجد رفقة مأمونة لا يجب عليه الحج لكن لو حجت مع هذه الرفقة المأمونة فهي مأجورة على ذلك ولا تأثم ثم قال المصنف رحمه الله باب الإحرام الإحرام هو نية الدخول في النسك وهذا التعريف تعريف مهم لأن بعض الناس يفهموا من الإحرام أنه لبس ملابس الإحرام وهذا الفهم غير الصحيح الإحرام لا يتعلق باللباس وإنما يتعلق بالنية ولذلك لك أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في منزلك ولا تكون قد أحرمت لك إذا نويت الدخول في النسك تكون قد أحرمت فمثلا الذي يريد أن يذهب إلى مكة عن طريق الطائرة نقول اغتسل في بيتك ولبس ملابس الإحرام في البيت لكن لا تنوي العمرة لا تنوي الإهلال بالعمرة أو بالحج فتلبس ملابس الإحرام وأنت في بيتك بدون نية ثم إذا حاذيت الميقات وأنت في الطائرة تهل بالنسك إن كنت تريد العمرة تقول أبيك عمرة إن كنت تريد الحج تقول أبيك حج فإذا حقيقة الإحرام هو نية الدخول في النسك وليس مجرد لبس ملابس الإحرام فإذا لبس الإنسان ملابس الإحرام ولم ينوي الإحرام فليس بمحرم حتى وإن كان عليه ملابس الإحرام قال وهو واجب الإحرام من أركان الحج ومن أركان العمرة كذلك كما سيأتي ولذلك من لم يحرم لم يصح حجه ولم تصح عمرته من الميقات يعني يجب أن يكون الإحرام من الميقات والمؤلف رحمه الله أشار بهذه الإشارة المقتضبة ولم يذكر هذه المواقيت فلا أدري هل هذا نسيان من المؤلف أو أنه أراد بذلك الاختصار وأن متنه هذا مختصر وأن من أراد معرفة هذه المواقيت يرجع لكتب الفقه الأخرى هذا محتمل لكن لا بد أن نذكر هذه المواقيت المواقيت خمسة الأول مقاة أهل المدينة ذو الحليفة ويسمى أبيار علي وهو أبعد المواقيت بينه وبين مكة عشر مراحل لما كانوا يسيرون بالإبن وفي اقتنى الحاضر قرابة أربعمائة كيلومتر والنبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداء أحرم من هذا المقاة من ذو الحليفة وكان في الخامس والعشرين من شهر ذو القعدة ولم ينصر إلى مكة إلا في الرابع من ذو الحجة يعني بقي عشرة أيام في الطريق المقاة الثاني مقاة أهل الشام ومصر وهو الجحفة مقاة أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة والجحفة قرية خربت وأصبح الناس يحرمون من حذوها من رابع لكن في الوقت الحاضر وضع فيها أيضا يعني مسجد ودورات المياه واصبح الناس يحرمون منها فإذا أحرم من الجحفة نفسها أو من رابع أجزاء المقاة الثالث مقاة أهل اليمن يلملم وهو أيضا مقاة لمن أتى من المنطقة الجنوبية منطقة عسير والباحة ونحوها المقاة الرابع مقاة أهل نجد قرن المنازل ويسمى السير الكبير وهذه المواقية الأربعة قد جاءت منصوصا عليها في قول ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليف ولأهل الشام الجحف ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمر ومن كان دون ذلك من حيث أن شاء المقاة الخامس ذات عرق لأهل العراق قيل إن الذي وقته عمر بالخطاب رضي الله عنه فإن أهل العراق أتوا إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا وإن إذا أردنا قرن شق علينا فقال لهم عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم فحدى لهم ذات عرق لكن جاء في حديث عائشة قالت وقت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق والأقرب في هذا والله أعلم أن عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريبا على عمر فإنه قد وافق الوحياء في عدة أمور وذات عرق كانت شعبا مهجورا لا يأتي أحد فكان أهل العراق يحرمون من السيل لكن في السنوات الأخيرة وضع إليه طريق وفيه مسجد ومقتسل وأصبح بعض الناس يحرمون منه الآن هذه المواقية الخامسة لا يجوز تجاوزها بدون أحرام لمن أراد المسك من حج أو عمره وهنا أريد أن أراد أن يحرم في الطائرة عليه أن يحتاط لأن الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تسير بسرعة قد تصل لثمانمائة كيلو أو تسعمائة أو ألف كيلو أو أكثر وهذه المواقية مساحتها صغيرة فهي قد تكون واد أو مكان صغير فيمكن الدقيقة الواحدة في الطائرة مؤثرة إذا كانت الطائرة تسير بسرعة ألف كيلو فيمكن أن تقطع هذا الميقات وتتجاوزه في أقل من دقيقة فالدقيقة هنا مؤثرة ولذلك فينبغي الدقة عند الإحرام في الطائرة وإذا كان الإنسان يخشى أن يتأخر في الإحرام أو نحو ذلك فإنه يحتاط ويوتر فإنه يحتاط فإنه يحتاط إذا كان الإنسان يخشى أن الطائرة تمر به وهو لم يحرم من محاذات الميقات فإنه يحتاط ويحرم قبيل محاذات الميقات احتياطا لكن إذا أمكن الدقة وأن يحرم من محاذات الميقات بدقة هذا هو الأولى طيب قال ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله للحديث السابق وفيه ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة فمثلا أهل جدة يحرمون من جدة أهل بحرة يحرمون بحرة أهل مكة يحرمون من مكة بالنسبة للحج وأما بالنسبة للعمرة فلابد من أن يخرجوا خارج حدود الحرم وأن يحرموا من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بذلك وكان ذلك في ليل وأيضا في آخر حجة الوداع ولا يخفى ما في ذلك من المشقة فلولا أن ذلك واجب لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة أن تخرج مع أخي عبد الرحمن إلى التنعيم وأن تحرم من التنعيم فإذن أهل مكة يحرمون للحج من مكة ويحرمون للعمرة من الحل أهل جدة وأهل بحرة والقرى التي حولها هؤلاء يحرمون الحج والعمرة من بيوتهم هل جدة تعتبر ميقاتا أو دون المواقيت؟ جدة دون المواقيت ولا تعتبر ميقاتا وإذا أتيت بالطائرة من أي جهة من الجهات تريد أن نزول في جدة لا بد أن تحاذي أحد المواقيت إذا أتيت من جهة الشمال أو من جهة الجنوب أو من جهة الشرق أو من الشمال الشرقي أو من الجنوب الشرقي أو من الجنوب الغربي لا بد أن تحاذي أحد المواقيت لا يمكن أن تصل إلى مطار جدة إلا وقد حاذيت أحد المواقيت إلا في حالة واحدة وهي من كان ببلدة سواكن بالسودان فهذه قال الفقهة إنه يمكن أن يصل إلى جدة من غير محاذاة أي من المواقيت ولهذا قال الفقهة إن من كان من أهل سواكن بالسودان فله أن يحرم من جدة فهؤلاء مستثنون فقط أهل سواكن بالسودان مستثنون فلهم أن يحرموا من جدة لأنه يمكنهم أن يصلوا إلى جدة من غير أن يحاذوا أو يمروا بأحد المواقيت بينما من أتى إلى جدة من أي جهة أخرى لا بد أن يحاذي أحد المواقيت أو أن يمر بأحد المواقيت وعلى ذلك نقول جدة ليست ميقاتا وإنما هي دون المواقيت ويلزم الإنسان أن يحرم من الميقات الذي يمر به قبل وصوله إلى جدة إلا أهل سواكن بالسودان ومن أتى عن طريق سواكن بالسودان فهؤلاء لهم أن يحرموا من جدة لأنهم لن يمروا بأي من المواقيت حتى يصلوا إلى جدة قال مصنف رحمه الله ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر وذلك لعدم وجود النية منهم وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لقول الله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وهذا يدل على أن الإحرام لا يرتفظ برفضه إذا أحرمت لازمك الإتمام ولا تقول أرفض الإحرام وأدعو الإحرام وأعود إلى بلدي كما يحصل من بعض العامة أنه يأتي محرما ثم يحصل له عائق يعيقه من مرض أو بعضهم حتى يرى زحاما شديدا ويقوم يخلع ملابس الإحرام ويرجع لبيته نقول لازلت محرما الإحرام لا يرتفظ برفضه إلا أن يكون محصرا إذا كان محصرا فإنه يفعل ما يفعل المحصر وسيأتي الكلام إن شاء الله عن أحكام المحصر أما إذا لم يكن محصرا فهو لا زال محرما والإحرام لا يرتفظ برفضه لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع فالإحرام إذا لا يرتفظ برفضه ولا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول وهذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل عند الكلام عن محظورات الإحرام إن شاء الله قال ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران من أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الأمساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران وبين المؤلف المقصود بها قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج هذا هو تعريف التمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج من عامه مثلا أتى بعمرة في شهر ذي القعدة أو في شهر شوال أو في أول ذي الحجة وتحلل ثم أحرم بالحج فإنه يكون متمتعا وأما الإفراد قال هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة الإفراد معناها أن يحرم بالحج فقط وقول المؤلف ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة هذا محل نظر فإن هذه ليست حقيقة الإفراد وإن كانت من صوره لكن حقيقة الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل شروع في طوافه القران معناه أن يحرم بالعمرة والحج جميعا وهناك صورة أخرى للقران وهي أن يحلم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها مثال ذلك امرأة أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة ثم حاضت وجاء وقت عرفة وقت الوقوف بعرفة وهي لم تطهر بعد فإنها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فهذه هي أنواع النسوك الثلاثة أفضلها أولا من ساق الهدي فيتعين في حقه القرار وهذا هو النسوك الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لكن في وقتنا الحاضر ما في أحد يسوق الهدي فإذا لم يسوق الهدي كما هو حال عامة الحجيج في وقتنا الحاضر فأفضل هذه الأنساك هو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر به الصحابة وحث عليه وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلت عمرة يعني لكنت متمتعا فأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع إلا من ساق الهدي فيتعين في حقه القرار قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح يعني إذا أدخل العمرة على الحج لأجل أن يكون قارنا لم يصح وبعبارة أوضح إذا أراد أن ينتقل من الإفراد إلى القران لم يصح وهناك قول آخر أنه يصح ويكون قارنا وهذه المسألة لا دل فيها متكافئة وأنا متوقف فيها لم يظهر لرجحان أي من القولين أما لو أراد أن ينتقل من التمتع إلى الإفراد ليس له ذلك ولو كان العكس أراد أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع أو من القران إلى التمتع فهذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل وهذا هو الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعض الصحابة قال وَمَنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ صَحَّ وَصَرَفَهُ لِمَا شَاءَ وَمَا عَمِلَ قَبْلُهُ فَلَغْوٌ هذا إنسان أتى عند الميقات وقال لبيك اللهم لبيك فالسؤال يا فلا بما أحرمت هل أنت متمتع أو أنت مقارن أو أنت مفرد قال ما أدري أنا لم أنوي شيئا يقول المؤلف أن هذا صح ويصرف لما يشاء يعني إن شاء كان متمتع وإن شاء كان مفرد وإن شاء كان قارنا وكذلك لو قال أحرمت بما أحرم به فلان كان يأتي إنسان عند الميقات ويحتار ويعرف أن الشيخ الفلاني محل ثقة وقد حج فيقول أحرمت بما أحرم به الشيخ الفلاني فهذا يصح والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين أن علي رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي بما أهللت قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه يعني أن لا يطلق وإنما يعين هذا النسك يعينه تمتعا أو إفرادا أو قرانا هذه هي السنة في هذا ثم تكلم المؤلف عن مسألة الاشتراب وهذه إن شاء الله نفتتح بها الدرس القادم بإذن الله عز وجل ونكتف بهذا القدر في هذا الدرس والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته